هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهايسام بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار هاي هايسام حياتي هاي شو هاللوك يعني اليوم أنا لازم أحكي عن اللوك طبعك لأنه أنت اليوم جاي بلوك غير جاي بلدان حياتي بس لا أنا مش هاي مشكلتي انتوا غالبين لحظة أني تأخرت اليوم صحا اي تأخر ليه تأخرت ما إلي عادي يتأخر اي لا مش أنه كل حلقة بتتأخر بس اليوم تحديدا جاي لح تقول شي عن جد اليوم اكتشفته انه كفا نعتمد على التكنولوجيا كفا نعتمد على التكنولوجيا حياتي ثلاثة من البيت مشيت على الستوديو اللي بيجي عليك كل أسبوع بالمنطق اللي الحمرة اللي بيجي عليك على القليلة كذا مرة بالشهر طولي انه ما عندي 4G اي يعني ما عندي جوجل مابس ما عرفت اوصل ما بصدق هيسم رح يصر لنا سنة بهالبرنامج حياتي بيجي كل أسبوع عاستوديو انه بالعادي بيعتمد كتير على جوجل مابس لا خرص انا صرت نظريا بعرف فبليز كفا تعتمدوا على التكنولوجيا لان انا ضقت هلأ انه غرقت بشي برمون لا بس تعرف ليش بنا نعتمد على التكنولوجيا بسبب ضيفتنا صراحة ضيفتنا بتستحق انه نكون عم نواكب التكنولوجيا صراحة تنشوف كيف بدنا نتبعها لا صراحة لنكون من المليون متابع معلاش صح رح نساعدها لتصير بالمليون صح من الا هاي هاي سارا هاي حبايبي كيفكم كيف بتحب يعرف عليك سارا حاف ولا سارا تي في شو كرميل هيك المتابعين يعرفوك اكتر طبعك يا ريت سارا تي في شو سارا تي في شو اسم الشهرة عندي سارا تي في شو ايه مشهورة بهذا الاسم وخبريني يعني قبل ما نبتدي هيك معك انت بتخب اذا بديك بتسمي الفانس طبعيك نوتلاتي مزبط نوتلاتي يعني من نوتلا يعني من نوتلا مزبط هلا عندي انا اسمين عائلة نوتلات سارا صح ليش نوتلات بالزات اول فتحت القناة انا كنت عم باكل جارة في نوتلا وانا عشق نوتلا يعني بكل انواعها فانه سارا قلت لهون اعطوني هاشتاج لقناتي بمحبة خالصة للكم بدي اسميكم طبعا عائلة فاميلي نهضر عائلتي في كل مكان بس كنت انا حبة ما يعني ما اكون تقليد ليوتيوبرز انه يكون انا سبيشال شوي هاشتاج مميز انا عارب فيه اكتر فاخترت نوتلا انه البنات اغلقهم يحبون نوتلات وحتى الشباب بياكلوا نوتلات ما هيك هيسم صح فشتمعنا على هذا الشي عملنا هيك بوت اسبوع كامل وكان كلهم بدون هذا الهاشتاج وخلص ضرب معي الحمدلله وصار انه عائلة نوتلات سارا تيوش بس انه مش عائلة طبيعية عندك سارا عندك نوتلات بالملايين يعني ماشالله الحمدلله محبة العالم هاي احلى شي والله يعني عم بسعى لأكتر ان شاء الله ويحبوني قبل ما يعني يقدم شي بيهتم انه شو ما بيحبه لعطيهم دايما الافضل وهي اللي بسعى عليه دايما اكيد سارا للناس يلي ماش من هالمليون واكتر اللي بعدها ما بتعرف كتير مين يعني سارا وشو يعني سارا تيفي شو كيف يعني انت كيف بتحب تعرفي عن حالك شو بتحب تقولي مين انت انها صانعة محتوى اه سارا اي يلا خبرين امنين يعني لالناس اللي ما بتعرفي كيف بتحب تعرفي عن حالك يلا اول شي انا سارا على قناتي عني 800 قلب داخل على المليون ان شاء الله ويا رب قريبا نوصل المليون ان شاء الله قبل اخر السنة يا رب الله يسمع منكم ان شاء الله شكرا كتير انا سارا مرأة بسيطة جدا مني بحب التكلفة ولا التصنع بشارك حياتي شو انا بحب بعطيهم للجمهور من الصائح كرسالة من خلال فيديوهاتي مرح واستمتاع والحياة هي بسيطة ما نكلف عن حالنا بحب اخذ تجارب شغلات انا يعني ما كنت بدر اعملها مع متابعيني وعائيتي اللي كونتها من انحاء العالم صرت اتجرق اعمل شغلات اشاركهم معهم يومياتي حتى لما صرت ام ورجيتهم كيف من ساعة الولادة والحمل انه ما بحب اخبي عنهم شي ممكن عن طريق الشاشة الصغيرة نصنع فيها معجزات نعمل اللي نقدر عليه فانا شخصية بسيطة سعيدة بحب انشر السعادة والتفاقل والطاقة الايجابية في المجتمع واللي ما بيقدر يعمل يعمل بيصير شي ما نستسلم ابدا طب عندي سؤال وصرت لمرحلة انت هلأ سارة اذا بديك عم بيجيك انكم من قناتك ان كان على يوتيوب او ان سوشال ميديا ان جنرال ادرا تعتبره مثل معاشك ما بتضطر تشتغلي غير شي لا لا هلأ كمعاش اني اعتمد فقط على ارباح اليوتيوب لا مستحيل وما بظن حدا من اغلب اليوتيوبرز بيعتمدوا على ارباح اليوتيوب يعني كاشي اساسي لانه اليوتيوب up and down ممكن شهر نعد كتير حلو ممكن شهر ما في شي ما في انكم ابدا فانا ما بعتمد بس على اليوتيوب فهمتي علي اوكي واللي حبيته باليوتيوب بيج تبعيك انه انت مثل انه انا بالاول كنت مفكرة اكتر يمكن لايف ستايل وهالاخبار بس لما رجعت وفتت على يوتيوب اكتر وشفت قديش بتحكي عن قصص مثل انه مثلا بتعملي يوم كامل بالوان معينة من الاسود للبنفس جلال يعني مين بيختر عباله يعمل فيديو عن لون معين يعيش فيه نهار كامل خبريني كيف خطرت عبالك هكي فكرة تمام هلا احنا دايما الترند بظهر كلمة الترند عند الاجانب واليحنا اليوتيوب العربي بناخد دايما افكار حلوة من عند الاجانب هذا انتشر الترند صارت زي كتير ضجع يعني افكار الالوان وشغلات زي هيك انا طورتها بهذه الطريقة انه اعمل سلسة اشكال والوان يعني اكل بشكل دائري لون معين بحيث انه ما يكون فقط انا باكل وخلص بالفيديو بعمله كفلوك من ساعة ما اصحى من النوم من ميكوب لبس اكل شرب شغلات انه هدول اللي بيحبوها وبشاركها كفلوك مع لون وشكل كمتعة للمتفرج ما يمل طول الفيديو يشوفه كله ويصير على التفاعل اكتر والحمد للنشهد هاي السلسلة عنده كتير واي نوع طب هلا ما فهمت ما انا بدي اسأل اسئلة طب بس هيدا السؤال بعدين دورك عم نشوف مين بده يسأل شو اكتر نوع فيديو بتحب انت هيك تقدمي يعني او اذا بديك اكتر شي نجح يعني انت بس كرميل خبر اكتر للمستمعين يعني عنديك مثل ما قلت هيدا اليوم الكامل اللي انه بتجربه مثلا لون معين خلال كل النهار بتلبسي نفس اللون بتحطي ميك اوب يعني بتتبعي لون واحد كل النهار عملت كمان مسلسل برمضان عملت فيديويات مع اخواتك عرفت العالم على انواع البشر اللي معقولة تتعرفوا عليهم بالحياة كمان عملت فيلوغيت عن كمان تعاون بين الاشخاص وعن تحديات قوية فيك تعاملية ايا بتحس نوع الفيديو اللي اكتر شي يمكن بالعالم العربي بيحبوا يشوفوه يحضروه هلأ صرنا احنا العالم العربي وذاته المتابعين تحديدا صاروا يحبوا الحياة الواقعية لليوتيوبرز يعني مثل هاي دولة التجارب اللي بعملها وهلأ التمثيل كان عندي رقم واحد هلأ صاروا يحبوا التجارب زي ما هيك يوم لها مدة كامل لانه هادول الشغلات بيصيروا احنا معانا من الصباح للمساء من صباح الخير لتصبحوا على خير فانا عم بحس تفاعلهم بيحبوا الشغلات اللي هي 24 hours challenge لانه منخوض يعني قدش هو بتشوفوه انتو منتجوا كل شي سهل لكن قدش انا بعاني في يوم كامل تصوير وما بدي ولا غلطة وانا ما بستعلم ملون طعام ممكن اعمل التحدي هاد ملون طعام واخلصه خمسة دقاية بس انا بفتر من مكان ل مكان لاجيب كل شي بلون محدد التجارب بس انا شكل عملت على شكل قلب صار كل شي جبته قلب يعني تعبتي كتير صار على شكل قلب وهي الشغلات فانا باخد تجربة وتحدي بنفس الوقت لم تابعيني او رجيهم التحدي تابعي كأنهم بتحدوري انا بتحداهم هذا اللي حبوه عندي بالسلسلة ويومياتي انه كأنا ام شو بعمل بحياتي ويشوفوا شو بعمل وهيك صارة في شي اخيرا خليتيني اسأل سأل روح جود لانه في شي لفتني من نص ساعة حكتوا المخلوقة وبعد ما خليتيني اسأل عني من نص ساعة اوكي يلاش خلاص صارة لفتني انك قلت انه انت انساني سعيدة وانك بتنشري هيدا السعادة على نوتلاتك صح ايه بيناتنا صراحة يعني هلأ هيك ما حدا عم يسمع غير انا وياكي وهنو كم مرة بتوعي من النوم كم مرة بتوعي من النوم ما انك سعيدة بس بتضطر انك تمثلي هيدا الشي لحتى تدعي السعادة وتحسس الناس انه انت سعيدة بهيدا النهار او ما بيصير هيدا الشي اه يا هيسم جيت على الوطر الحساس وراح اجاوب فعلا هلأ انا الحمد لله ما بحب اني انشر طاقة سلبية بقناتي او بعالم سارتي بشو هلأ انا عندي كتلة حزن في حياتي بسبب اننا مرأة من فصلة ولسه ما اخدت ورقة الطلاق رسميا وواجه يعني مشاكل بتعرف المحاكم وقضايا وهي مدمراني نفسيا يعني بس ما بحاول ابنين هذا الجانب السيء لمتابعيني يعني بكون اوقات يعني بنام على المخد ببكي انه بصير موقف اشي ببكي بس ما بصور هذا الشي او ما بحكي عنه غامضة بهذا الشي لانه ما بحب اني ورجيهم صارت ضعيفة انتوا عرفتوني سارة قوية سارة شجاعة سارة بتخد مشاكلها وبتساعد العالم ليخدوا مشاكلهم وبعطيهم نساعة لقد ما استطيع مننا صائحة عشان ما يقعوا بالغلط بس قدية هذا الشي بيتعب يعني هذا الشي متعب لحدا ممكن يقطع اكيد بمراحل مثل كل الناس بتقطع بمراحل كتير صعبة بتكون فقدية صعبة تدعي السعادة لتظلك تنشرية عن الناس يعني هذا الشي وبعد بس تكملي لسؤال هيسم قبل ما تجيو بسارة انه كمان انا عندي تتمي لسؤاله اكتر من انه انت طالما عم بتقولي انه بتحب تشيرك اللي بيسمعوك بحياتك اليومية الحقيقية قداش كمان انه لازم تفرجيهم هيدا الجانب بتعرفوا انه لا فيك تكون انت انسان سعيد وبتعمل محتوى حلو وبيضحك بس يمكن انت بالنهاية بني ادم بتعيش نفس الاختبارات مثل حيالة انسان تاني وبتقطع بظروف صعبة هي انت كيف بتتعامل مع هالقصص السلبية اللي بتقطع بحياتك هي هيدا كيف فاهم عليكم هلا انا كتبت شيني اسئلة بيشوفوني بيقولولي مثلا سارة انت يعني موضوع الطلاق الانفصال كيف عم بتتوازني حياتك مع بنتك لحالك وهي الامور والشغلات هاي وانا بحكيلوني يعني انه انا امد دايقة بس ما بحب ارجيهم باليوتيوب لانه ما حان الوقت اللي بدي احكي فيه واني افصح على كتير امور بس مش هلا انا عاملك كل شي في وقته يعني ان شاء الله حلو ورح احكي ورح اشارككم بشغلات لان انا اعلنت انفصالي باليوتيوب قدام تانية الف واحد وحكيت كل اشي وشوفوني حزينة ونسوا تقلولي انت قوية انك توقف قدام الكاميرا وتحكي عن حياتك اني قوية لكن فيه شغلة انا ما بدي انه احكي فيها هلأ لاني لسه ما حان وقتها ستقوني رح يجي اليوم اللي رح احكي فيه ورح اصرح فيه ورح يعرفوا صراحي قديش كانت عم تساعد وبتحاول تفرح اللي حواليها وهي كانت تعبالي نفسيا بس ما بدي هلأ انا هلأ يعني عم برجيهم سنة قوية لاني لهم الظروف اللي عم مر فيها انا قوية انا ما بحب استسلم وما بحب شي يضعفني وما بحب اني استسلم وقعد لاني عندي بنت بنتي وشغلتني ضعيفة هاي اهم من كل شي بنتي خلاص انا مثالك القوي قدرتك يا بنتي فلازم اكون انا في نظر العالم القوية ونفس الوقت انا واثقة من حالي رح انجحي من الايام سارة بنتك مايا عمرة سنتين اقل حتى بعد ما صاره سنتين سنة وسبعة شهور سنة وسبعة شهور الله يخليها يا رب وخليليك ايها اهم شي ادي صعب انه ام تكون عم تربي بنت لوحدة بهذا المجتمع يعني ادي بهذا المجتمع هيك بتسمعي حكي بركي ادي صعب عليك كام هالقد قوية صح بس انه عندك بنت بعمر كتير حساس وعم تربيها لوحدك فادي هيدا التجربة صعبة هاي اع فكرة اصعب تجربة ما رأيت فيها في حياتي كله ولسه عم بخوضة يعني والحمد لله فخورة من هذا الشي اني انا ناجحة لعلق فيها ما بكذب عليكم قديش بقعد افكر وخايف كل ما احض رأسي على المخدي افكر في مستقبل البنت كيف راح تتقبل واقعها كيف انا يعني بدأت تشوف امه انا دور الام الاب الخال العم الاخت كل شي لقلها وفي هذا العمر بالذات هو الاستكشاف انه تعرف امه شو تحس من هلست اندي علي ماما بستوديها على الحضانة اجيبة طلعها كل شي حياتي مايا رقم واحد بعدين شغلي درجة ممكن اسكر كل شي عشان مايا فتجربة كتير صعبة ومسؤولية اصعب كل ما بتكبر كل يوم كل ما بتزيد المسؤولية اصعب لانه هاي بنت مش ولد والبنت اكتر وضع بدون اهتمام وما بدي احسسها انه انتي اهملتيني عشان شغلك سوشيال ميديا ولا اي شغل بس انه ما بدي احسس هذا الشي فلليا بعطيها انتي رقم واحد وهما رقم اثنين ما تعطي ماما الشغل رقم اثنين انتي رقم واحد وهذا اللي بشتغل عليه انا دايما مع امي مساعد اهلي طبعا اللي هو من طرف فيه عم بساعدوني اول با اول كمان خبريني بس خليني اكد لانه بنتك اكيد بس تكبر رح تكون كتير شي في حالة فيك وفخورة اكيد لانك عم تعملي كل هالمجهود كرميلة الله يخلي لك يا هاي شكرا الله يساتكم تفضل يصار فيك تسأل يا رب يخلقون حبايبكم thank you so much طيب سارة انتي هلأ قلت بجوابك السؤال اللي كان بدي اطرحه عليك انه انت صانعة محتوى يعني مثل ما عندك انه انت تهتم ببنتك عندك تهتم بالمتابعين تابعك ونوعا ما المتابعين بيصيروا نطرين الصانع المحتوى او الشخص اللي بيتيبعوك الرميل ينتقدوه او مثلا اذا ما كان consistent او انه بينزل المحتوى وتابعوه بوقت معين تيصيرو هنه يتعودوا وينطروا فكمان هيدا مسؤولية بعد شوي اكبر عليك كيف عم تقدر تراجل جابين انه تنازلي on social media وتهتم بعائلتك يعني حاليا عملت انا schedule للقناة جدول تنزيل والناس عارفينه كل اربع تيام او خمس تيام بنزل فيديو يعني بالاسبوع بيكون فيديوهين هذا الشي تاني شي دايما انا بعطيهم التفاصيل على الانستجرام تاريخ كذا دايما انا وقتي محدد ستة توقيت السعودية او سبعة توقيت السعودية بنزل فيديو لاني فخلاص بترقبوا الفكرة بشتغل عليها قبل بيومين وبصور قبل تنزيل الفيديو بيوم بحيث اقدر انا اصهر انا بصهر ليلة كاملة على منتاج وبنزل على طول عشان اخلي ثلاثة ايام لبنتي مايا ويومين لليوتيوب وتحضيرات يوتيوب وتجهيز وتصوير ومونتاج انت بتعمل كل شي صح انت حتى المونتاج اه كل شي كل شي انا الفكرة السيناريو المونتاج الاخراج التصوير كل شي انا بعمل يعني وبنتي معاي اثناء التصوير بس ما بتبين طبعا بالكاميرا بتكون على الجام بطلع باخد بريك بأكلها باخد بريك بغير الها بتأمن بتأمن بصيبة العين لهيك بعد يمكن ما برست لا 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 اشوفي اكيد الحسد موجود وموجود بالقرآن ومقامن فيه اكيد بس الحمد لله مقامني بربي وبرقي حالي وبرقي بنتي وخلص اما مش موضوع انه الحسد عشان بنتي انه انا بعدها على السوشيال مادية لا مش هذا الموضوع ابدا طب لمهم بتشبه هيك لا حاليا والله ما امتشبهني كتير عم تشبه خيال الكبير صارت كلها اخوي عبد الرحمن وامي انا قلبت لامي وانا بشبه ماما بس هي اكتر لاخوي يعني هل ممشي مع اخوي طب خلص لمهم يعني ميالي لعائلة سارة تيفي هايضا المهم اي 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 احنا نتدلي بهم الحمد لله الحمد لله هذا احلى شي سارة ايه تفضل سؤال كمان بيناتنا انا كلها سألتي بيناتنا خد راحتك خد راحتك من سنة متل هلأ على انستجرام نشرتي جملة الحب اخلاق قبل ان يكون مشاعر مزبوط كانت لطشة لحدا شوفي انا ما قلتليك قبل ما نطلع على الهواء انه هيسا بيحب يحركش انا بحب حركش يعني انا بحب عادي قلتله جرب لا لا انه كتير لفتتني الجملة وضروري اسأل انه هي كانت لطشة كانت شي عايشتي او كانت هيك مجرد شكرة ايه طبعا طبعا انا سنة ونص وما زلت لساتني ما خلصت عم بعاني بهذا الموضوع لانه اللي بيفكر مرأت في الظروف بسبب انه الزواج والطلق وهذا الشي وحضرت العبارة هاي اللي نقصده بشغلة يعني مضبوط كلامك ايه يعني تقولوها لطشة بس ادي علمتك هالتجربة يعني اكيد تعلمت منها كتير لحتى تعرف خيارات بالحياة بكل شي يعني بتتغير من بعد ما تكون يخطي هالتجربة طبعا اثبت لي ان الحب مش بس كلام وإشعارات وهدايا والحب فعل واهتمام الحب تضحيات والحب انه يثبت بالفعل فانا هاد من تجربتي هاي بتطلق امن صراحة بشي اسمه حب يعني لانه شفتو كتير فقول الحمدلله عم تسمعي غنوال انا جوزك هوم معنا بستوديو سمعي سمعي وعرف انت انت سارة من بعد يمكن ما خبرتي العالم على السوشال ميديا انه انه بديك تترك انت وزوجك السابق في بنات عربيات تتواصلوا معيك او حسيت انه في هيك بنات مهتمة بهذا الموضوع او عم تمرق بنفس الشي يعني و لما اعلنت على انفصالي على اليوتيوب يوم كامل تليفوني هلا هما بسكت قريدي تليفوني بس هاده صار زيادة وكلهم اتفاجأت انه عم بيتابعوني يعني بنات ورسوان كبار يعني بمشاكل الطلاق ومشاكل الزواج وبدهم نصائح مني وغير انه انت عن جد قوية انت كيف صبرتي اعطي لنا نصائح بالعكس بس انا ما بحب انه اعطي نصيحة انه اطلقي او اقول هذا الشغلات لا انت يخبر تجربتك هذا انت قرارك ما حدا بقدر يساعدك بالقرار فاتفاجأت من الناس الدعم المحبة التسجيع الكلام الحل ولا ايلي لان انا بعرف مين الغلطان ومين الصح فهذا الشي بيني وبين ربي اللي عارف شو النية اهم شي لما اعلنت اعرفتك شو اعلن شو احكي ما بحب اخد دور المظلومة او دور الضحية الله عالم مين المظلوم مين الضحية في الموضوع فالحمد لله لقيت تفاعل صدق كبير وتشجيع اهم خلوني اكفي اكتر في موضوعي يعني فالحمد لله بس هيدا اللي عمت عمليه هلأ لا لا بدي حتى كفي موضوعي تفضل لا بس هدي قوله انه اللي عمت عمليه هلأ هو اكبر دليل لهوض الناس اللي تواصلوا معك او اللي عم بعيشوا تجربة مماثلة على انه الحياة ما بتوقف وعلى انه فيك تكوني قوية وفيك تضلك عم تضحك وفيك تكوني سعيدة وتربي بنت وتعيشي حياة طبيعية لو شو ما مرأته فاللي عمت عمليه انت بالعكس بعتبر هو اكبر رسالة واكبر مثل لكل سيدة او امرأة عربية ممكن تكون عم تقطع بنفس الشي صح اكيد تعلمت من مشكلتي انه الطلاق او اقول لك مشكلة عامية المرأة المطلقة لا هو عيب ولا هو فضيحة وبالعكس تفتخر بهذا الشي مش انك فشلت بموضوع الزواج ان انت فاشلة في حياتك او مش صالحة في حياتك بالعكس بقيني للعالم ان المرأة المطلقة فيها تنجح اكتر من هي متزوجة الظروف ما مشيت معك لكن كنت مشي معك في ظروف تانية وافضل وانا هذا اللي بس عليه دايما الحمد لله طيب نروح للقصص اللي شوي تكنيكل بالشغل تبعي انا طيب شو بحب اتحكي عن الشغل انا بحب اتحكي عن حيات الخاص بس النوع بدنا نقدر نحكي بكل شي انت سارة لتسي انه انا صانعة محتوى غنوة وعبالي اكبر عن سوشل ميديا عبالي اوصل انه على يوتيوب يصير عندي قريب المليون سبسكرايبرز عبالي انه عن جد حس انه عندي متابعين انه بينترش ونزل وانه ما بدي فكر مرتين بانا شو بدي نزل قبل ما نزل وليقول انا صير فكر انه هيدا شو ما عقول يقول او انه هيدا كيف بيخذ او حدا رح يجوبني بطريقة سلبية علميني كيف انك تكون صانعة محتوى تكون ناشحة اوكي لتكون صانعة محتوى ثلاث امور اول شي حيكون انك انتي تستمري وما تستني مقابل من العالم انك هلا رح ينجح الفيديو هلا رح يضرب الفيديو تفاعل لايكا لا نازل الفيديو وخلاص واستني شوفي لحال التفاعل بيجي لحاله تاني شي هدا الاستمرارية اهم شي تاني شي تكوني انتي ما تتصنعي لا تدعي العفوية وانتي مش عفوية كوني انتي حلوي انتي وطبيعي هلا من هول الاثنين اللي قلتين قبل ما تكفي انا اول واحدة بعدني مش كتير صيبتها تاني واحدة صيبتها اوكي كف انه تكوني طبيعية ايه هاي اهم شي عشان الناس يحبوك اللي ما يشوفوكي برا ما يقولوا يا الله هدي غير لش هيك على الطبيعة ما حبيتك لازم تكوني انتي زي ما انتي قدام الكاميرا هذا التاني شي تالت شي لا تهتمي للتعليقات السلبية ابدا خدي النقد المحترم البناء عشان تغيري من حلق والطوري من حلق ايه اكيد طبعا بني بهمني النقد المحترم وبتفاعل معه وباخد بعيد الاعتبار بس بتمحي للتعليقات السلبية او بتخليه ابدا ابدا الا اذا فوق اللي ما تعرف الشي الشيح الول اكيد ايه بشيله هذا على طول بس تعليق مثلا لأ قناتك بشعة مثلا لأ انتي شايف حالك لأ انتي شو الكلام هذا بخليه عادي ما رح ارضى اشوف انا عندي دايما يا هيثم ويا غنوة عندي دايما قانون في حياتي انا عندي هلا 800 الف شخص ما برضه مش هقدر ولا حنقدر ارضي انا 300 الف شخص كلهم اكيد الا يطلع لك 20 او 30 بالمية هدول يطلعونك تعليقات حكي من هون وهون فخلص بعمل له علي ويحبوني زي ما انا بس بتعرفي انه انا شوي بعدنا بنزعي اشتقلك ليش انا انا لا يعني مش عم بقارين اصلا حالي فيك وبعدني بال6000 فالوور على انستغرام بس انا عم بجرب نوعا ما وانا نوتلتا الوحيدة الهلا اذا بديك يعني عم بجرب بس انه بعد في شغلتين انا مش عم بقدر اعملن انه بعدني عم بفكر قبل ما نزل فيديو اذا رح يعجب ولا لا وبعدني بلا بنزعج انه ليش الواحد بدي يحط الطاقة السلبية تبعه على شخص ان سوشال ميديا لا بيعرفني ولا بعرفه ليش بدي يكون هيك سلبة او يكب كلمة تأذيني حبيبتي يا غنوة على هيك ما رح تقدر تتقدمي هلأ التنمر موجود بكل مكان وهلأ التنمر كتير كتران فازا احنا ردينا على التنمر رح نضيح حالنا لا تستني زي ما قلتلك انه الفيديو ينجح او لا انت نزليه عشان انت بتحبيه انا هلأ لما نزل الفيديو ما بستنى شوي انه يعني ياخد تفاعل ملايين فيوز او شي لا انا حبيت وانبسطت فيه في التجربة وانا عم صور فيه ان شاء الله بقول رح يحبوه العالم يعني فيه اوقات فيديوهات ما وصلت لعندي الـ 50 ألف مشاهدة وما بمسحهم خليتهم بالقناة عادي تاريخ سارة انا عم بتطور من فيديو لفيديو بعرف شو هذا الفيديو ليش هذا فشل اوكي الفيديو القادم هلأ اشتغل عليه اكتر التعليقات مستحيل مستحيل حتى اللي عندهم 20 مليون سوى عربي او اجنبي مستحيل اللي يكون عنده تعليقات سلبية لانه انت بتنجحي من التعليقات السلبية ما بتنجحي من التعليقات الايجابية وفي ناس اصلا النجاح ايه شو قول لا لا كف خريط لا ما سكت تقول لا لا كف سارة خلص شو بدك بغنوك لان انا بكتب اقول النجاح بيجي من الناس اللي في نظري انا حاقدين وسلبيين لانه بثبت انا اكتر انه انتو مش هتأثروا فيني اما الايجابيين بالعكس معي خطوا بخطوة هاي عالتي لكن بدي اثبت للحاقدين والسلبيين انه انتو تكلمتوا علي انا عم بتطور وانتو مكانكم هذا اللي انا بشوفه حلو فيه شي جديد عم بتقدمي او عم بتحضري له نوع جديد من الفيديويات او طريقة جديدة بتقديم المحتوى او تجربة تمثيلية جديدة او هيك بلانز جديدة انه بما انه صاريات توني انتو شو ايه اللي هلا ما فينا احكي انا دخل على مشروعين بدنا بدنا سكوب وفي مشروع حصريا يلا لاحظة حصريا باول شي بغصوار لا 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 سارة تيفي شو تعلن للمرة الاولى يلا اولي 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 لا ما راح اقدر احكي اي details لانه لساتني بلشت في مشروعين مشروع هذا الكل ناطروا على النار ممكن انا هلا حكيت انه الكل ناطروا على النار يلي متابعين يعرفوه بس ما فيني احكي شو هو بالزبط المشروع التالي بلشت عليه من يومين وبلشنا هلا وزبطنا كل شي وادعو لي يزبط ان شاء الله يعني بلك على 11-12 ان شاء الله نوفمبر ديسمبر تبلش اول مفاجأ اول مشروع ادعو لي بس ما فيني احكي اكتر من هك لكن انا بدي اطلب من كل النتلات هلا مازال كون بتعرفوا عشو ناطرين على النار خبرونا بالتعليقات بليز شو ناطرين على النار شو قولك تعال نفكر شو قولكم شو قولكم معقول تغني فكرت بس لا ما بعتقد غناء لا الشي انه هي content creator صانعة محتوى بلك شي خاصه بالتمثيل انه معقول معقول تمثل اول مرة بمسلسل على التلفزيون ولا لا ما هي صانعة محتوى لازم شي عن سوشال ميديا بلك عرفت تصير تطلع مثلا لايف وكل شوي تفوت حدا من الفانس تحكي معه هيك ولا لا ما بعتقد هيد هيدا الشي طيب خلاص كثير العالم بيستنوا على النار وجزء من حياتي وما فينا احكي اكتر من هيك عرفت انا عرفت شو رح نشوف مايا صاح سكتت انا ما رح هاي هي صبتة شكلي اوكي رح نشوف مايا قريبا لكل انو الثلاث عم نسمعونا شكلوا رح نشوف مايا لا انا قلتلك ما رح احكي ايه او لا انا قلت احني بالحكي يا هيسا طيب خلاص منقلهم للمتلك انت شاطر انت شاطر انت شاطر يا هيسا بس ما رح احكي شي تاني خلاص هي ما قالت شي انا حلت انا قلت يعني سارة عن جد الحديث معك انا لما قلتله لها هيسا انو عبالي استضيف سارة لانو عن جد انو انا بتبعك ومثل ما قلت حقيقية يعني ما بتتصنع وبتقدمي لنا هيك شي عن جد يعني ما بحس انك اوكي بتكون اكيد عم تتعذب انت اللي بتصوير وكذا بس لما يوصلني بحس انك عم تعطيه من قلبك يعني انا لما شوف اليوتيوب فيديوز تبعك بحسيك بتعطي طاقة يعني عم بتعطي من قلبك لما تحكي بحيوية وبفرح وبطاقة يعني كتير ايجابية ابدي احكي شغلة انا طبعا طموحي اوصل مليون وبقرأ بوقت بس مش طموحي اني اوصل مليون هلأ وانا ما بعمل شي بحبه يعني انا هلأ 800 الف بمشي خطوة خطوة لاني بحب شغلي بقدم بكل اخلاص ومحبة وراح اوصل سوى بطيء او سريع بس انا لاني بحبه وعشان بحبه بطلع النتيجة هاي ما بهمني انه يوصل ملايين او شي بهمني انه الناس تحبوا يتفاعل معه يطلبوا مني شغلات تانية هادا الشي وبحب اكون صريحة رغم عندي الظروف لكن ان شاء الله بس انحال هاي الظروف رح اكون لهم كتاب مفتوح وراح يشوفوا شغلات في حياتي تغير للأفضل وحيكون شغلات جديدة في حياتي للأفضل وما رح احكي بتكثر من هيك لانه رح اخبص وراح اتعرف المفاجآت فلاتلقوا عوني بالحدي لا وهذا شي واضح انا بدي اقولك شي بس لحتى هيك لحتى انا انهي معك اخر شي كمان رح استعمل شي انت نشرتي من سنتين على انستغرام لقلك لقلك يعني لحتى هيك وجهلك انتابع قلت من سنتين كن قويا لأجلك مزبوط اكيد هذا شي عاري صح فانا بقلك لقلك هلأ بنهاية الحلقة من بعد ما تعرفنا عليك أكتر انت خليك قوي لأجلك ولأجل النوتلات ولأجلنا ولأجل مايا لانه عن جد نحن بيحاجة لناس مثلك هيك هلأد بيعطوا انفلونس حلوة بالعالم العربي فخليك هيك كرميل هود الناس كلهم وانا كتير تشرفت فيك وانبساط انو حكينا معاك عن جد شكرا لكلامك الراقي الحلو ورح اخطبعين الاعتبار وشهادة بعتز فيها يا هيسا وبتشرف انا في معرفتاك وشكرا انو انا شرف الي ان اكون ضيفة معكن وان شاء الله ان شاء الله رح يكون في شغلات حلوة ورح اقدم دايما الافضل لأكون انت حسن زنكن دايما وبحب كمان اتشكر متابعيني حبايبي نوتلاتي بفضل الله ثم هم انا عن جد كرم وصلت لهذا النجاح وبدعمهم وتشجيحهم للي وكلامهم الحلو بقوى فيهم وهم مصدر ساعاتي وهم مصدر الهامي وإبداعي وان شاء الله القادم احلى مع بعض رح أدملكوا ان شاء الله بتجن المفاجئات جايب دعمكم تشجيعكم القادم احلى ان شاء الله شكرا انكم انتم في حياتي بحبكم كتير thank you so much سارة وهالحلقة منقلهم للمستمعين منقلهم قبل انهم اللي بعد ما بيعرف سارة يفت يشوف سارتي بيشو اكيد يعني اذا ما بعتقد ورح نصير مليون قبل ديسمبر روء ان شاء الله اوه حضايبي thank you ان شاء الله شكرا يا احلى عالم انتم لكل المستمعين فيهم يسمعوا هيدا الحلقة على ابل بودكاست على انغامي على سبوتفاي ديزر ديزر ساوند كلاود يعني اكيد احن نزل الرابط اول ما تنزل الحلقة thank you ومرة تانية يا سارة لاني كنت ضيفة معنا يلا باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة